فينيسيس جونيور افضل لاعب في العالم في استفتاء فرانس فوتبول البالوندور ازاي يعني ازا كان لسه الحفلة هتتعامل مساء الساعة تسعة دي التسريبات اللي كل الصحافة العالمية بتتكلم فيها دلوقتي ان النجم البرازيلي لاعب الميرينجي ريال مادريد هو افضل لاعب في العالم في استفتاء فرانس فوتبول هل التسريبات دي صحيحة؟ ده اللي هنشوفه الساعة تسعة باذن الله لو قوم مرة تشوفني بس تنزلناك تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو الحفل المنتظر باذن الله هيكون في العديد من الظواهر اللي بتحصل لأول مرة من فترة طويلة اول حاجة الجوائز اللي هيتم تسلمها في هذا الحفل التسع جوائز جائزة الكرة الزهبية للرجال عن افضل لاعب جائزة الكرة الزهبية للسيدات عن افضل لاعبة جائزة كوبا ودي عن افضل لاعب شاب تحت سن واحد وعشرين عام جائزة ياشين عن افضل حارس مرمى جائزة جيرد مولر عن افضل هداف جائزة مدرب العام عن افضل مدرب من الرجال وجائزة مدربة العام عن افضل مدربة من السيدات جائزة نادي العام للرجال افضل فريق للرجال وجائزة نادي العام للسيدات افضل فريق للسيدات غياب الاسطورة ليونال ميسي وغياب الاسطورة كريستيانو رونالدو وغياب الاسطورة محمد صلاح الثنائي الابرز في تاريخ قلة القدم من حيث الحصول على الجوائز كريستيانو رونالدو وليو ميسي بيغيبوا لأول مرة من واحد وعشرين عام عن جائزة فرانس فوتبل رونالدو وميسي اعتادوا هما الاتنين ان هما يطلعوا مع بعض في الترشيح لجائزة الافضل عالميا منذ عام الفين وتلاتة يعني من زمن صحيق وثنائي متعودين عليه ان هما يكونوا موجودين على رأس اي ترشح لاي جائزة في العالم رونالدو داوم على الظهور ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الزهبية بين عامي الفين واربعة لغاية الفين اتنين وعشرين بواقع تمنتاشر مرة النسخة بتاعت عشرين وعشرين تم الغاقة بالتأكيد بسبب جائحة كورونا استمر ميسي في الترشح لجائزة الكرة الزهبية ستاشر مرة بين عامي الفين وستة والفين تراتة وعشرين وغاب مرة واحدة فقط لغير كانت عام الفين اتنين وعشرين ميسي حصد جائزة افضل لعب حول العالم تمن مناسبات فيما لدى كريستيان رونالدو خمس كورات زهبية اللي اتنين بيحتلوا المركزين الاول والتاني تاريخيا على الترتيب طيب من المرشحين لجائزة افضل لعب في العالم فرانس فوتبول هذا الموسم في تراتين لعب تم ترشحهم للفوز بالجائزة هذا العام. رقم واحد جودبلنجهام اللعب الانجليزي لعب ريال مدريد روبن دياز منشستر سيتي اللعب البرتغالي في الفضن اللعب الانجليزي منشستر سيتي. فيدريكو فالفيردي لعب ريال مدريد. اميليانو مارتنيز لعب استن فيلا. ايرلينج هالند لعب منشستر سيتي. نيكو ويليامز لعب اتليتك بلباو. جرانيت تشاكا لعب باير ليفر كوزين. لاعب جيرونا وبعد كده اتنقل لي فيرقة روما اللاعب المعتزل مرة كان فيه وقعة تاريخية كان زين الدين زناب برضو كان اعتزل بعد كاس العالم 2006 وطم ترشيحه ليه جائزة الافضل اللي فاز في التوقيت ده بيها كانفارو كان جائزة فيفا زابست المدافع الايطالي الكبير طبعا كانفارو اللي اخد ساعتها كاس العالم مع منتخب ايطاليا لاعب ريال مدريب برضو برضو من ضمن المرشحين فينيسيس جونيرو اللي حيفوز بالجائزة زي ما قلنا حرقنا للأسف الجواز على حضراتكو رقم 12 داني اولمو لعب لايبزيك بعد كده اتنقل لي ببارشلونا فيرتز لعب باير ليفر كوزن مارتين اودي جارد لعب ارسنال وقاعد ارسنال النيويجي بالتأكيد ماتس هوملز مدافع بروسيا دورتمان رودري اللاعب المصاب اللي غيابه مؤثر بشكل كبير جدا على فرقة مانشستي سيتي هاري كين لعب بايم يونخ ديكلن رايس لعب ارسنال فيتينيا لعب باريس سان جيرمان كول بالمر الجناح المتقلق جدا الانجليزي مع تشيلسي داني كارفاخان لعب ريال مادريد لمين يامال معجز ببارشلونا صاحب السبعتاشر عام اللي قاد اسبانيا للفوز باليورو وهو كان بدء البطولة عنده ستتاشر سنة فقط لغير ارقام كبيرة وتاريخية بيعملها النجم زوء الاصول المغربية والغنية الاستوائية بوكايو ساكا لعب ارسنال هاكان شالهان اوغلو اللعب التركي لعب انتر ميلان الايطالي ويليام صاليبة اللعب الفرنسي ليه ارسنال الانجليزي كليان مبابيه لعب باريس سان جيرمان وبعد كده بالتأكيد ريال مادريد اللعب النيجيري لعب اتلانتا الايطالي اللعب الارجنتيني لعب انتر ميلان وانتوني روديجر المدافع الالماني مدافع ريال مادريد واليخاندرو جريمالدو لعب باير ليفر كوزين ميسي هو اخر من حقق القرى الزهبية في نسخة عام الفين تلاتة ويعشرين الحفل بازن الله هيمطالك فيه التساعة مساء بتوقيت القاهرة وهيوزع الحفل بتاع القرى الزهبية عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية وبالتأكيد هتنقلوا وكلات الانباء العالمية كلها حفلة طبعا بتبقى متابعة من العالم كله في التوقيت ده لان الفوز بالقرى الزهبية الفرانس فوتبول فيه الناس بتعتبرها افضل كمان وارقى القيمة بتاعت الجايزة من الجايزة بتاعت زابست بتاعت فيفا عارفين ان كان فيه فترة من الفترات تم دمج الجايزتين مع بعض لكن بعد كده حصلت خناقة ما بين فيفا وما بين فرانس فوتبول ورجعت كل جايزة منفردة عن بعضها بيحصل لاخبطة دايما لما بنيجي نقول كل سنة مين الافضل في السنة دي بنقول ده زابست وده فرانس فوتبول من قيمة الجايزة بتاعت فرانس فوتبول من profession لي افضل شغل افضل لفرانس فوتبول لاحضراتكم aquellaste جون يورفاز بيه احتل المركز التاني رودري لاعب المنتخب الاسباني ولعب منشستر سيتي في المركز التالت جوت بولنجي هام يلعب خط الوسط الانجليزي ولاعب ريال مدريد كليان ام ببي احتل المركز الرابع لعب المنتخب الفرنسي ولاعب بالصانجيرمان وحاليا مع ريال مادريد هاري في المركز الخامس اللعب الانجليزي لاعب ميانخ النرويجي في المركز السادس لعب مانشستر سيتي يمين العمال احتل المركز السابع لعب بارشلونا اللعب الاسباني في الفوضن اللعب الانجليزي احتل المركز التامن لعب مانشستر سيتي في المركز التاسع داني اولمو اللعب الاسباني لاعب اه لايبزيك السابق وي بارشلونا حاليا لاعب احتل المركز العاشر بعد الانجليزات الكبيرة اللي عملها في الموسم الماضي ومع مديره الفني بالتأكيد. آآ تشابي المدير الفني المميز الاسباني. رقم حداشر احتل له آآ داني كارفخال لاعب ريال مادريد اللاعب الاسباني ورقم اتناشر انتونيا راديجر المدافع الالماني الكبير لفرقة ريال مادريد. يا تارا التوقعات هتصدق ويه فينيسيس جونيور اللي هيفوس بالجائزة ولا هيكون فيه مفاجآت دايما فلورنتينو بريز رئيس ريال مادريد بيبقى عنده تأثير كبير جدا على الجائزة بتاعة فرانس فوتبول وجازة الافضل بكل تأكيد وريال مادريد تسوقيا بيعرف يبرز نجومه بشكل جيد جدا. ارقام فينيسيوس جونيور تخليه من ضمن الافضل. لكن ما اعتقدش ان هي تخليه تحسن بالشكل المطلق ده زي اللي بنشوفه دلوقتي في الصحافة العالمية كلها بتتكلم ان فينيسيوس جونيور هو الافضل. حسيب لحضراتكو الاراء هل فينيسيوس جونيور يستحق يكون الافضل في العالم ولا لأ? يريد تقولولي اراءكو في القومنتات. لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة فعلا الجرس اعمل لايك في فيديو بنتابع كل اخبار واحداث الكرة لحزة بلحزة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية كافيف ادعال اينا في فلسطين بالنصر يا رب اشوفكم على خير شكرا ليك والسلام عليكم.